ايضا اخوان اختلاح معكم اصحاب مواضيع المحادثة اختلاح معكم اصحابي يوميا كما تزعجي وانتظاهر ايضا اخوان شخص يخارجي من خدمة توقف قهواة او مكان عمومي تختار قهواة في الهدوء تتخلص ممنوع التدخين تريح و تشرب قواتك و تريد طابلات و تجاوب عليهم و تقرأ جريدة و تقرأ جريدة لكي لا تزعجتها واحد حتى يقلس حدك واحد السيد هذا السيد يحل التلفون و يزيد في الصوت و يبدأ يسمع المواضيع مثلا في تيك توك و في محطة اخرين و الغريب هو أنه يبقى يدي فيلي موضوع موضوع أغنية مو أغنية مو السلهم قتل أمو مو المشلقة هادا مو الهادي شوية ثانية هادو الدرجة أنك بزمنك يعني بالفضول الفطري ديالك كتولي يمتبع عمو الفقية على شق الأمو و كتشوية ثانية ما كيزيد للموضوع أخر بك الخدمة و لكن اللي يضررني في هذه القضية هو أنه بالإضافة أنك لا تقرأ مركز على خدمتك و لا يمكنك تخدم اللي يضررني هو هذا السيد أنه مو على بالوش يعني ما كيحش بك بأنه رام ديرانجيك هذا هو اللي يزعجني اللي يخليني لنبالا و هو عاود تاني تضحك وتكور كيرا منك يجب التاني من النكتة و كيكيكيكي الصوت عالي و لكتين عندك تظهر بزاف كي يجي واحد أخر تهو على سر ديالك يبدأ يطلع الدووية تهوانا هالضايرة ولات في البقائي في المقارة مكان عمومي أنا مكان ناقش ذك الشي اللي يسمع كل واحد حرف ذك الشي اللي يسمع كما أنا عندي الحق ما نسمع ذلك الشي اللي كتفرض عليه أنت نهائيا نحن نستعملها ماتش نقدر نخدمه و كنشوف الماتش ما عنديش مشكل لأنه قهوة عمومية و موضوع عمومي و القهوة ماتش كوشي كي يشوف فيه ما عنديش هذه المشكلة ولكن كي نقول لدينا سادو أركين ديزي كوتير و يخفض الصوت ديالي و ديزي كوتير وميزعش الأخرين و هو هذا الشي اللي يسمع للتبراسة و هي أنت حقره الشي اللي يزيب الصوت و أقل أن المكنر و كان يتأتي و كان مكان بطريقة سيكركوا في الناس والتبراسة وهذه الظاهرة فيها قلة الأداب وفيها قلة ماشية الأداب وإنما غير حسب الأخر وشوية الحضارة لا أعرف كيف سنسميها لذلك نقوم نرى الضلبان الله يخلي لكم أرى كيليزيكوتور كيديلو غير عشرين درهم ثلاثين درهم أنا مكراش يكون عندي عشرة في الطوم موبيل والله لا أعرف كيف سبونسوري زيني في نانسية عشرة ونرى كيف سنقوم بإمكانك قديرها ونرى الضالة ونرى الضالة ونرى الضالة ونرى الضالة ونرى الضالة وهكذا سنقوم بملك العام وكل يسمع اللي يريد ولكن لا أفرد عليك أشكال تسمع أنا ومتفضت شعليا أشكال سمعنطا ونرى الضالة